من باريس ميشيل فياض الخبير الاقتصادي ينضم إلينا الآن أستاذ ميشيل أهلا وسهلا بحضرتك هل إلى هذا الحد يمكن أن يبنى على قرارات المصارف المركزية أو أغلبها في دول أوروبا أو الدول الاقتصادية الكبرى التي رفعت أسعار فائدتها مساء الخير أعتقد أن بعض المصارف الآن ولديها بعض الأرقام إيجابية وأيضا من المحتمل الآن أن هناك تباطئ في زيادة أسعار الفائدة ولكن بالطبع من ذلك سوف تستمر أيضا في زيادة أسعار الفائدة لبعض الوقت بسبب أن التضخم لازال بمستويات مرتفعة والأرقام الخاصة بالأوزي دي وأيضا الأرقام الأخرى التي قرها صندوق النقد الدولي لكن الحديث عن رفع أسعار الفائدة بهذه الوتيرة واستمرار الرفع أكثر من مرة بوتيرة مضطردة يثير مخاوف عديد المواطنين أو ربما أغلب المواطنين في هذه الدول التي تضطر المصارف المركزية فيها إلى رفع أسعار الفائدة تثير المخاوف من موجات تضخمية من مستويات غلاء مرتفعة للغاية من مشكلات حتى على الوضع المعيش والاجتماعي فيها حسنا كما نرى هناك في منطقة اليورو ووفقا للأوي سي دي وأيضا الأرقام الفائدة في فرنسا مرتفعة أكثر من المتوقع وكذلك الأمر في إيطاليا وأيضا النمو في ألمانيا أصبح بشكل سيء وكان أمرا غير متوقع حيث أقل بواحد بالمئة من المتوقع فهي أكبر الاقتصادات في أوروبا وهو الاقتصاد الألماني بدأ يعاني من التضخم وأيضا وبرغم ارتفاع أسعار الطاقة لا زال أمام ألمانيا عدد من العقابات وأيضا لأنها تعتمد بشكل كبير على الغاز الصادر من روسيا والآن لا يستطيعون الحصول على هذا الغاز فاتطرون إلى شراء الغاز بأسعار مرتفعة بالاقتصاد الألماني يعاني بشدة سيد ميشيل أسبانيا مثلا داخل منطقة اليورو داخل القارة الأوروبية بشكل عام تتفرد بنموذك الاقتصاد يبدو مختلف وهي التي تقودها حكومة يسارية على المستوى الايديولوجي حتى بعيدا عن السياسات الاجتماعية أو بعض الملاحظات التي يمكن أن يبديها البعض لكنها تتفرد بنموذك اقتصادي مختلف ومعاناتها وفق تقديرات عديدة تبدو أقل لماذا نعم أنت محق فأسبانيا تعاني بشكل أقل من نظيراتها في منطقة اليورو لأنها تمكنت من فرض الضرائب على شركات الطاقة وأيضا استطاعت الحصول على الكثير من الضرائب الحكومية فبالتالي تعاني بشكل أقل ولكن بالرغم من ذلك لابد أن نعلم أن نغفع الانتخابات الأخيرة منذ عدة أيام فإن الحكومة والحزب خسر لذلك أنا كنت حريص أن أطرح على حضرتك اليسار بالمنطق الأيديولوجي وليس على مستوى الأبنية الاجتماعية والسياسات المرتبطة بالأسرة وما إلى ذلك لأنها على ما يبدو كانت فريقا أنا أعتذر على المقاطعة ولك نصف دقيقة لو تكرمت في الإجابة على سبيل المثال في أوروبا بعض الدول تعاني بشكل كبير وأكبر هذه الدول معاناة هو البريطانيا لأنه تعاني من التضخم الكبير أكثر من أي دولة أوروبية شكرا جزيلا لك ميشيل فياد خبير الاقتصاد الدولي كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس أشكرك شكرا جزيلا